السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول السنوي إن شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر الوحدة الثالثة بالكامل طيب زي ما عملنا قبل كده وزي ما تعودنا هتلاقييني سايب لك في صندوق الوصف رابط موجود فيه شرح قاعدة الوحدة الثالثة بالكامل وهتلاقي رابط كمان موجود فيه قراءة كلمات اليومات نبدأ مع بعض شرح أسئلة الوحدة الثالثة السؤال الأول بيقول هنا طيب بيقول هنا الشخص خلي بالك بقى اللي بيشتري وبيبيع كثير من البضائع طبعا ده اسمه تاجر خلينا نشوف مع بعض التعريفات كلمة رايتر يعني كاتب ما تنفعش أصلا أما بقى ميرتشانت دي معناها طبعا تاجر فالإجابة هنا هتبقى ميرتشانت اللي هو التاجر يعني السؤال اللي بعده بيقول هنا نقاط R money that you must give to someone خلي بالك بيقول الفلوس اللي انت مضطر انك تعطيها لشخص ما طبعا الفلوس دي بتبقى دين عليك فده تعريف لي كلمة ديون ديون بقى دي اسمها ديتس خلي بالك حرف البي هنا سايلنت اسمها ديتس اللي هي ديون السؤال اللي بعضه بيقول هنا A or an نقاط is a person who commits a crime طيب خلي بالك بقى الشخص اللي بيرتكب جريمة طيب يرتكب جريمة ده مجرم طيب كلمة مجرم يعني criminal فهذا تعريف لي كلمة criminal اللي هي مجرم طبعا lawyer يعني محامي لقى وانجينير يعني مهندس واركولوجست يعني عالم ازهار اللي بعد وبيقول خلي بالك ايه المعناه انك انت تستلم فلوس لحاجة انت عملتها لعمل انت فعلته طبعا انت كده بتربح الفلوس دي طيب الفعل يربح يعني earn هو ده اللي ينفع عندي واني يعني يفوز متنفعش انا عايز هنا انا اكسبت فلوس يعني بعد كده برضو نفس التعريف المعناه فلوس او اشياء انت مضطر خلي بالك انك تدفحها مرة اخرى مضطر ترجحها مرة اخرى ترجحها يبقى ده دين عليك انت دين طيب يا دين يعني او قعطة لخبط كلمة قون يعني يمتلك انا عايز هنا يا دين بعد كده نكمل مع بعض بيقول هنا نوعط طيب ايه اللي معناه حزين جدا او غير سعيد طيب ما هنا قالك غير سعيد يبقى عايز صفة بتسويها يعني طيب كلمة مزوري دي معناها تعاسة او البقس ده اسم ينفعش انا عايز الصفة هنا اللي هي مزوربول اللي هي معناها يعني باقس او تعيس السؤال اللي بعده نكمل مع بعض بيقول هنا خلي بالك بيقول يعني سيدة او طفل اللي بيكونوا بقى سلايتلي فات يعني يعني بتكون تخين او بيكون تخين بشكل قليل الى حد ما تخين يعني هنا بيقول لك بطريقة رائعة طبعا ده بيكون يعني مليان شوية كده بنسميه طبعا ممتلئ قليلا اللي هي بلومبو فاقول له هنا بلومب طيب خلي بالك المتفات يعني تخين وايه او بيس دي معناها يعني بدين وطبعا او بيكون يعني وزن زايد جدا فانا هنا اقول له بلومب اللي هو ممتلئ قليلا او مكتنز بعد كده طيب بيقول ايه هو المكان اللي بنضع فيه المجرمين لفترة من الوقت كعقوبة يعني كعقاب ليهم طبعا المكان طالما هو قال لك بليس يبقى حايز المكان نفسه مكان بقى اللي هو السجن السجن اللي هو بريزن فده تعريف ليه بريزن اللي هو السجن بعد كده بيقول طيب خلي بالك بيقول اداءه كان ايه كلنا سقفنا له يعني طيب كلنا سقفنا يبقى اداءه كان رائع خلينا نشوف كده بورينج يعني ممل لأ طبعا اميزد هو انا بتكلم عنه هو عن اداءه اداءه يبقى عايز اقول مدهش يبقى هنا اتكلم اقول اميزنج اداءه يعني كان مدهش بعد كده بيقول اي نقط my life to the staff at the hospital who did their best to save me طيب عاوز يقول ان انا ادين بي حياتي الى طاقم العمل في المستشفى واللي طبعا بزل كسارة جهده لكي ينقذني طيب خلي بالك بقى عايز يقول ادين يبقى هنا زي ما قلنا يعني ادين بي حياتي طيب بعد كده بيقول هنا طيب هنا عاوز يقول المنظمات الخيرية يجب ان هي تساعد هؤلاء خلي بالك بقى تساعد الناس اللي ايه اللي اجبروا على السقوط في الدين عايز يقول كده يبقى كلمة دين زي ما قلنا اسمها يعني يسقط في دين فاقول له هنا الصحة اللي بعد كده انا نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا خلي بالك هنا عاوز يقول ان هو بيكسب قوة يومه كانت جار طيب كلمة بقى يربح قوة يومه دي بنقول عليها اللي هي بتجيب معنى يربح او يكسب قوة يومه يعني من النجارة السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب هنا بيقول ايه يجب ان نتجنب الشراء من مين بقى الطمعين اللي بيزوده الاسعار بشكل غير قانوني خلي بالك اكيد هنا بيتكلم عن التجار الطمعين بيزود الاسعار بشكل غير قانوني يبقى تاجر قلنا تاجر يعني ميرتشانت فاقول له هنا ميرتشانتس السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب خلي بالك بقى عاوز يقول هنا ادائك بيكون ايه مفيش يعني اي حد ادي لك درجة انهائية او درجة جيدة يعني يبقى هنا الاداء كان سيئ طيب كلمة سيئ او بائس او تعيس اللي هي طبعا ميزربل فاقول له هنا ميزربل بعد كده بيقول هنا طيب كريمينالز اللي هما المجرمون يجب ان يذهبوا الى مجرمين يروحوا فين علشان نحمي المجتمع منهم طبعا بيروحوا السجن طيب كلمة السجن يعني بريزن السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب بيقول ان هي حولت انها تلبس اليونيفورم ده ولكن هي شعرت بانه ايه يعني وانه مش هيكون كويس انه يعني في خطر يبقى هي شعرت انه خلي بالك ممكن اقول هنا انه يعني بخليها ممتلئة اه جدا يعني فهنا قدر اقول بلومب دي اصلا الصفة الوحيدة اللي تنفع بعد كده بيقول هنا كلم هنا على الاحتباس الحراري بيقول طبعا انه له تأثير ايه بقى على كل حاجة في الكوكب طبعا الاحتباس الحراري دي ظاهرة سيئة فهيكون ليه تأثير فضيع اللي هي كلمة تيرابو اصلا كل الصفات اللي موجودة قدامك كلها صفات جيدة ما عادة كلمة تيرابو يبقى له هنا تأثير ايه فضيع السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب خلي بالك هاو يقول هذا الطفل بيكون ضحية لوالدية هنا بيكمل بقى بيقول الوالدين اللي خلي بالك بقى فشلوا فيه ان هو يعني يكبر بشكل جيد طيب انا هنا بصف مين بصف الفعل اكيد هنا مش هقول فشل تعيس لكن هقول فشل بتعاسع عايز ظرف او حال اللي هو مزربون اللي هي الحال منها يعني طيب السؤال اللي بعده نكمل مع بعض بيقول هنا طيب خلي بالك بيتكلم هنا عن ايه بيقول ان رؤية ايه بيتطارد القط يعني ده ضد المنطق طبعا اكيد هنا هتشوف مين بقى بيتطارد القط لاين الاسد لا عادي ممكن تحصل النمر بتحصل برضو لكن كلمة رات اللي هي الفقر طبعا لما تشوف فقر طبعا فار يعني بيتطارد القطة ده ضد المنطق فاقول له رات اللي بعده طيب هو عنده عايزوا الوجه ايه لانه طبعا كان بيعمل طول الليل طبعا اكيد وجه متعب طيب يبدو عليه التعب دي اسمها دي في الكلمات بتحفظها زي ما هي كده يبدو متعب بعد كده بيقول نحن دائما طبعا اكيد عايزوا انه كافئ الناس اللي بتعمل بيجد طيب نكافئ اللي هي فاقول له هنا بنكافئ يعني الناس اللي بتشتغل كويس بعد كده بيقول طيب بيقول من وجهها يعني البائس او وجهها اللي يبدو حزين انا خلي بالك باعيز اقول هنا ان انا ادركت ان في حاجة غلط طيب الفاعل يدرك اللي هو فهنا اقول له انا يعني ادركت ان في حاجة خطأ السؤال اللي بعضه بيقول هنا دو يو هف زا نيدد نقط تو تيك زيس نيو بوزيشن مستر علي بيسأل بقى هل انت يعني عندك عايزوا للمهارات اللي بتحتاجها مهارات يعني سكلز عشان طبعا تدخل في هذا المنصب يا مستر علي طيب عايز هنا كلمة مهارة اللي هي سكل جمعها سكلز مهارات بعد كده بيقول هنا بيتكلم هنا عن فرقنا عاوزون انه استحق ان يفوز لانهم طبعا لعبوا بشكل جيد طيب الفاعل يستحق اللي هو فهنا اقول فرقنا استحق يعني ان يفوز طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب بيقول هنا ان جدي كان ايه رائع بيوصفه يعني بيقول بقى لما كنا صغيرين كنا اطفال يعني احنا كنا بنستمع للقصص لمدة ساعات للحواديد بتاعته لمدة ساعات يبقى هو كان راوي للقصص اللي هي اسمها دي اللي تنفع عندي السؤال اللي بعده بيقول طيب انا عندي ايه خلي بالك ايه نقط يعني اعايز اسم ان الطلاب يجب ان يستمتعوا بالتعليم واضح ان عنده اعتقاد يعني طيب هنا اعايز اسم كلمة believe الاولى دي دي فعل ما تنفعش لها اعتقد انا هنا اعايز الاسم طيب كلمة believe اه دي معناها يعني ايمان او اعتقد فانا عندي اعتقد الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدأ معيها بسؤال مهم جدا سؤال mrq انت هنا بتختار ايجابتين السؤال الاول بيقول هنا سامير is a very honest person بعد كده بيسأله بيقول كلمة honest is the synonym of a طيب هنا بيقول ان سامير شخص امين جدا السؤال بقى كلمة honest اللي هي معناها امين طالب منك synonym يعني ايه synonym معنى او مرادف عايز كلمتين اللي هم معنى امين اول كلمة novel دي معناها جديد ما تنفعش reliable دي معناها صادق او امين trusted يعني موثوق يبقى الاتنين دول عندي بيديوني نفس معنى كلمة honest اللي هي امين طبعا crazy يعني مجنون ما تنفعش الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا the lawyer was an honest man so we felt safe بيقول لي بقى the antonymes of the word honest are نقاط ويه نقاط خلي بقى لك بيقول ان المحامي كان رجل امين السؤال بقى هو هنا طالب منك ال antonymes اللي هي يعني عكس او مضاد عكس كلمة honest اللي هي امين طيب خلينا بقى نشوف عكسها ايه احنا لسه قالين معناها ايه عكسها قلنا trustful دي معناها صادق انما بقى كلمة deceitful دي معناها مخادع فتنفع تبقى عكسها وطبعا miserable يعني بقى اس ما تنفعش وخلي بالك كلمة sincere دي معناها صادق عكسها insincere انا هنا عايز عكسها هو عايز عكس كلمة honest اللي هي امين طيب السؤال اللي بعده بيقول the driver was find because he had not the traffic law طيب بيقول ان السائق خلي بالك تم تغريمه بسبب ان هو عايز يقول هنا خلي بالك خالف قوانين المرور طيب خالف قانون المرور كسر القانون او خالف القانون دي اسمها broken ممكن اقولها كده او ممكن اقول مثلا انه عصى القانون لم يطيعوا اللي هي disobeyed فانا عندي هنا اجابتين ينفعه السؤال اللي بعده بيقول هنا she is a not old woman who complains about everything طيب بيقول ان هي بتكون سيدة عجوز ايه عايز يوصفها طيب هو هنا بيقول انها بتشتكي من كل حاجة بتشتكي من كل حاجة فاكيد مش هتبقى مبتهجة مثلا لكن هنا ممكن اقول انها باقسة تنفع يبقى هنا ممكن اختار miserable اللي هي معناها باقس او تعيس وطبعا happy لا دي معناها سعيد وكلمة depressed دي معناها خلي بالك مكتئب تنفع برضو السؤال اللي بعده نكمل مع بعض بيقول هنا i have a horrible feeling that we are going to miss the plane بعد كده بيقول كلمة horrible is a synonym for نقاط و نقاط طيب بيقول ان انا عندي شعور فضيع جدا ان الطيارة يعني هتفوتنا بيسأل بقى السؤال انه طالب هنا synonym اللي هو معناه او مرادف كلمة horrible اللي هي معناها فضيع او سيئ خلينا نشوف معناها عايز حاجتين بيسوها عندي طبعا بتساوي كلمة terrible دي انت حفظها وممكن كمان تساوي كلمة فضيع اللي هي awful لاتنين نفعه يبقى awful و terrible السؤال اللي بعده نكمل مع بعض بيقول هنا the miserable hungry look on the face of the orphan touched our hearts بيسأل بقى وبيقول the antonymes of the word miserable خلي بالك بيقول هنا ان نظرة الجوع البائسة على وجه اليتيم لمست قلوبنا هنا بيتكلم عن كلمة miserable اللي هي معناها بائس او تعيس طالب منك ال antonymes اللي هي عكس الكلمة يعني هو عايز كلمة بائس طيب خلينا نشوف عكسها ايه اول كلمة cheerful دي معناها مبتهج تنفع برضو انها تكون عكسها طيب عندي برضو كلمة mary بيتيجي عكسها بمعنى مصرور او مبتهج طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا i have not to play طيب عايز يقول انا لدي دور لكي العبه طيب كلمة دور يعني ممكن اقول a role وبرضو a part to play طيب السؤال اللي بعده نكمل مع بعض احنا لسه طبعا بنختار كلمتين بيقول لي هنا a girl not can't look after herself بيقول بنت عايز يقول هنا اللي عمرها اربع سنوات مش بتقدر تعتني بنفسها طيب اول حاجة هاختارها who is for التي تكون اربع سنوات طيب هي هي كلمة of for ذات الاربع سنوات طيب بعد كده نكمل مع بعض هنا بقى هنجاوب اجابة واحد السؤال الاول بيقول he is a noot he has no desire to spend the money even on his children طيب هو بيكون ايه خلي بالك وهنا عايز اسم هو عنده رغبة ما عندهش رغبة no desire ما عندهش رغبة انه ينفق فلوس على اطفاله اكيد كده بخيل طيب انا عايز هنا اسم كلمة ميزر بولتي صفة ما تنفعش معايا اصلا لاني بقول لي اه اه يجي بعدها ايه نعون طيب عايز اقول بقى كلمة بخيل يعني ايه بخيل يا شباب طبعا بخيل يعني ميزر يبقى هي دي اللي تنفع معايا يبقى هنا اقول ان هو يكون ميزر يعني بخيل طيب طبعا نسنج يعني مفقود ما تنفعش نيجي بعد كده نكمل مع بعض بيقول هنا اي سنج كلاسيكل طب بتكلم هنا عن الموسيقى الكلاسيكية بتكون ايه انا هنا بصف الموسيقى الكلاسيكية اميز دي مندهشة لا دي انا عايز اقول ان هي مدهشة يبقى هنا الصفة اخرها فاقول السؤال اللي بعده بيقول هنا بيسأل بقى التعبير ده بيعني ايه يعني نحن ندين بالكسير نحن شاكرين فده بمعنى ان احنا يعني شاكرين وممتنين لحاجة معاين السؤال اللي بعده بيقول الناس اللي طبعا عايز يقول بتخالف القانون يجب ان يعاقبوا طيب احنا هلنا بقى يخالف القانون يعني السؤال اللي بعده بيقول بيكمل وبيقول طيب هو هنا بيقول انه اصبح ممتلأ مكتنز عن اخر مرة شفته يعني قلنا بقى كلمة اللي هي مكتنز دي يعني اصبح ادخن في الوزن طيب كلمة ادخن اللي هي فاتر فاقول هنا فاتر الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا بيقول هنا طيب بيقول لك هنا خلي بالك لا يوجد قوانين في بعض الدول وده طبعا بيجعل حياة الناس ايه طبعا ما فيش قانون يا شباب تبقى الحياة هنا اسوأ اللي هي ورس السؤال اللي بعده بيقول هنا بيقول لي بقى كلمة طيب بعض الاطفال الممتلئين يبدوا رائعين طفل المتختخ ده يعني بيكون لطيف طيب هنا طالب منك عكس او مضاد كلمة اللي هو ممتلئ طبعا دي عكساس اللي هي نحيف السؤال اللي بيقول هنا طيب بيقول هنا خلي بالك انه استلف فلوس كتير يعني وطبعا بيعيش حياة ايه بقى اه خلي بالك عايز اقول حياة البقس انا عايز هنا بعدها اسم تمام كده طيب عايز اقول حياة التعاسة او البقس طبعا دي اسمها مزري فاقول له هنا مزري طبعا احنا قلنا شباب هنا صفة ما تنفعش دي اسمها بعد كده بيقول طيب لو انت بتنفق فلوس كتير يعني يجب او انت يعني خلي بالك بقى هتسقط في الدين دي اسمها هتصبح كلمة بيجي بعدها يبقى لو قلنا فول يبقى بينا اقول له الصفحة اللي بعد كده هنكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء لسئلة الخاصة بالقواعد نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا سما نقاط خلي بالك هو هنا مش محدد زمن ولكن انت عندك سما ده فعل مفرد يعني لو كان مضارع بسيط كان المفروض يقول تيكس فهدي كده غلط طيب كلمة تيكينج ما تجيش لوحدة عايزة قبلها ام او از او ار او 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 وير فدي كمان غلط طيب هاز تيكين ولا هاف تيكين برفع عليك ده مضارع تام ولكن اي او سما يا شباب دي هاز تيكين طيب يعني سما اخدت المي بعد كده بيقول خلي بالك برضو هنا بيقول اني انا مش قادر امشي بسهولة بسبب اني انا اي لرجلي بص اسي دي هو هنا مش قادر يمشي لسبب السبب ده له اثر في الحاضر يبقى ده زمن مضارع تام خلي بالك بقى يعني انا مش قادر امشي دلوقتي ادي اثرات عشان رجلي انكسرت طيب هاختر اي بقى انا عايز مضارع تام مضارع تام والفعل اي بختار لان طبعا هاز ما تجيش مع اي تمام فهاختار هنا ايه السؤال اللي بعده بيقول نقط عمر خلي بالك ده سؤال هو هنا بيتكلم عمر ده منادة فعايز يقول له ايه بقى عايز يقول له هنا هل انت وبعدين يقول له مسلا غسلت اسنانك يا عمر طيب خلي بالك الجملة دي يا شباب سؤال يبقى ما ينفعش تبدأ بيو انت عايز هنا فعل مساعد فدي كده غلط هنستبعدها طيب انا عندي هنا ده تصرف تالت بعد ام ده مبني المجهول طب انا بكلم عمر هنا يعني ده شخص موجود انا عارف الحق اللي انا بكلمه يبقى الصح ان انا اقول هاو والتصرف التالت ده مضارع ايه تام يبقى انا بتكلم هنا في المضارع التام السؤال اللي بعده بيقول هي نقط طيب خلي بالك برضو هو هنا عاوز يقول يعني هو يعني هو بيفحص بحرص ولا هو بيتم فحصه غلي بالك انا هنا بتكلم عن شيء مجهول ما ينفعش اقول هنا ليه بقى لان هو بيفحص مين ما انا عايز هنا مفعول بعدها فدي كده ما تنفعش يبقى الجملة دي جملة مجهول طيب برضو ده مضارع ماضي مستمر مجهول اه معلوم ما ينفعش برضو انا عايز مجهول نفس الكلام هاز كل ده عايز بعد منه اعرف مين اللي اتوحص لكن اقدر اقول بمعنى ايه بقى بمعنى ان هو فحصه بشكل جيد او فحصه بحرص طيب الصفحة اللي بعد كده هنكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا بعد كده بيقول خلي بالك هنا عايز يقول ان انا درست الانجليزي منذ المرحلة اللي بتباية هنا بقى بيقول لك وما زلت ادرسه ما زلتها شباب يبقى ده حاجة لسه موجودة يبقى انا هنا خلي بالك هستخدم زمن مضارع تام لان كلمة بتخلينا يستخدم المضارع التام طيب عندنا مضارع تام لما يكون الفعل بتحتاج التصريف الثالث يبقى هنا اقول له السؤال اللي بعد وبيقول طيب خلي بالك دي حاجة تكرارتها بيقول لك ان هي زارت السد العالي تلات مرات كمل كده عابوز يقول ان هي يعني هتزوره مرة اخرى حدث تكرر في الماضي وهيتكرر في المستقبل هنا بيستخدم برضو مضارع تام طيب مضارع تام بقى احنا قلنا هاف او هاز والتصريف الثالث طيب شي هنا فعل مفرد يبقى انت محتاج هاز والفعل في التصريف الثالث يبقى هي زارت وهتزور تاني السؤال اللي بعده بيقول حسين نقط طيب خلي بالك هنا بيقول يعني ان رجله انكسرت هو مش بيقدر يمشي بدون عصايا ادي اثر في الحاضرة يعني حاجة حصلت ولها اثر في الحاضرة برضو هستخدم مضارع تام طيب مضارع تام احنا قلنا هاف او هاز والتصريف الثالث طيب حسين هنا فعل مفرد يبقى انت عايز هاز والتصريف الثالث حد يقول لها مستر طيب هاز بين بروكن ده مضارع تام مبني المجهول طيب ما انا عارف اللي انا بتكلم عنه يبقى ايه اقول هنا السؤال اللي بعده بيقول هنا خلي بالك بقيم الجملة دي هنا عايز يقول ان ردينة زهبت الى النادي كامل عشان تعرف بقى هتختار هاز جون ولا هاز بين هو هنا بيقول لي انا هنضملها هي راحت النادي انا لسه هروح لها هناك معنى كده ان هي لسه هناك معنى كده ان هي ايه زهبت ولم تعود طيب احنا عندنا بقى هاز جون لو الشخص ده زهب ولم يعد طيب هاز بين لو زهب ورجع تاني واضح من الجملة ان هي راحت ولسه هناك يبقى هتختار ايه هاز جون طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لي بعد كده بيقول دي عكس الجملة اللي فوق يقول هنا مامتك يعني راحت الى السوق انا معرفش هي رجعت ولا لأ هي ذهبت لو رجعت بنختار هاز بين ما رجعتش زي الجملة اللي فوق بختارها هاز جون طيب هي راحت السوق كامل عشان تعرف رجعت ولا لأ بيقول لي بقى خد الشنط وديها المطبخ معنى كده ان هي رجعت هو بيقول لي هنا خد يعني الشنطة بتاعت السوق وديها المطبخ يبقى هي راحت ورجعت. راحت ورجعت بنختار هاز. طيب السؤال اللي بعده بيقول. اه خلي بالك هنا. عايز ان هي غادرت المدرسة. طيب يقول لي منذ يومين. طيب احنا عندنا كلمة اخدناها في الوحدة الاولى بتدل على زمن الماضي البسيط. وبيجاب لها مدة زمنية. يبقى ده ماضي بسيط. لو كان قال لي هنا كانت بقيت مضارع تام. لكن هو بقول لي هنا منذ يومين. يبقى هنا او منذ سنتين يعني. سابت المدرسة من سنتين. يبقى ده ماضي يا شباب بسيط. طيب الماضي البسيط الفعل في التصرف التاني اللي هو السؤال اللي بعده بيقول تدهي النهاردة. طيب نخلي بقى بقى بقول النهاردة. انا عاوز يقول استلمت تلات ايميلات كلمة يعني حتى الان. لغاية دلوقتي يعني هنا مضارع تام خلي بالك. لانه بقولك كمان ان انا منتظر اتنين كمان. يعني حاجة بتحصل ولسه كمان انا منتظر الباقي. يبقى ده مضارع تام. مضارع تام بقى احنا قلنا هاف او هاز والتصرف التالت. طيب اي هنا تاخد هاف ولا هاز? جلعة. يبقى قلو هاف ريسيفد. ادي مضارع تام مزبوط. الصفحة اللي بعد كده هنكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. مروة نقط. خلي بالك بقى. هنا عايز يقول ان مروة زهبت الى اسواع من قبل او عايز ينفي يقول ان هي ما راحتش. طيب خلينا نشوف الاختيارات كده. اول حاجة بيقول لي خلي بالك احنا اتفقنا ان بتيجي في المص كده بعد هاف او هاز وقبل بين. فدي كده تركبها خلط. ونفس الكلام برضو ما بتجيش في الاخر كده. طيب الصح ان انا اقول وطبعا ما فيش حاجة اسمها دي ما بتجيش عندي اصلا بالشكل كده. فانا هنا هستخدم ايه? هستخدم هاز نيفر بن. عمرها يعني ما راحت اسواع قبل كده. طيب السؤال اللي بعده بيقول حسام نقط كده. خلي بالك هنا عايز يقول هاز ينفي بقى. عايز يقول ان حسام مرحشي الغرداء. طب عرفت منين انه مرحشي? لانه بيخطط لي زيارته الاولى. زيارته الاولى يبقى هو مرحشي قبل كده? يبقى هو زيارته الاولى هتبقى في يناير اللي جائي. طيب انا محتاج انفي بقى صح. عندي هازنت نيفر بن دي مزبوطة. ما فيهاش حاجة? لا خلي بالك. نيفر اصلا بتفيد النفي. وهازنت ما بتجيش معها. يعني ما فيش نفي ونفي يجو مع بعض. طيب انا عايز اقول مسلا هازنت ايفر بن او دي تنفع بقى. انا عندي ايفر لو جيت لو جات قبلها هافنت او هازنت يبقى ده نفي مزبوط. اما هاز نيفر صح. يبقى هنا هازنت ايفر بين صح. طيب. ما ينفعش لان احنا اتفقنا ان هو ايه بزيارته الاولى. فانا هنا عايز اقول ان هو يعني ما رحش قبل كده. فالصح هنا انك تستخدم هازنت ايفر بين. لان دي طبعا معناها ان هو راح. دي معناها ان هو راح. كمان فيه تركيب خطأ هنا. طيب السؤال اللي بعده. بيقول هنا. طيب خلي بالك بقى احنا اتفقنا بيقول ان والدية اعاوز يقول ان هما يعني لم يعودوا الى المنزل حتى الان. كلمة يا ته يا شباب بتدل على المضارع التام المنفي. لما بتيجي في جملة كده يبقى لازم مضارع التام ايه منفي. او بتيجي في اخر السؤال. يبقى ايات بتيجي في النفي والسؤال زي ما تعودنا قبل كده. طيب انا عايز هنا مضارع التام منفي. ده غلط دي مضارع بسيط. ده مضارع تام مسبت. انا عندي ما ينفعش ان انا يقول مسبت. هنا عايز اقول لم يرجعوا حتى الان. يبقى قولي بقى. برفع عليك. يبقى وتصريف التالت. السؤال اللي بعده بيقول هنا. نخلي بالنا ان كلمة جاي بعدها علامة تعجب ودي بتفيد الدهشة. وخلي بالك بقى. اما يكون عندك سؤال في المضارع التام وفي علامة تعجب كده قبل منه. يبقى دي دهشة يا شباب. دهشة يبقى على طول تستخدم already. هنا بيندهش يعني بيقول له رائع. هل انت كملت التقرير بالفعل يبقى هنا already. يبقى ممكن already تيجي في اخر السؤال في حالة الدهشة بس. يبقى نركز في الجزئة دي. لكن لو سؤال عادي بقى استفسار بستخدم يد. طيب بعد كده بيقول I haven't traveled outside Egypt not my birth. طيب هنا عايز يقول ان انا ما سفرتش خارج مصر منذ ميلادي. هده كده شباب منذ بداية حدث يبقى له since. واللي بعده بيقول هنا I have felt great pain in my stomach since I not a piece of biscuits. طيب خلي بالك بيقول ان انا بقى اشعر بألم فضيع. ألم كبير في معدتي منذ انا اكلت قطعة البسكويت. يبقى خلي بلك هنا هو بيشعر بألم في المعدة منذ اكلها. بيجي بعدها زمن ماضي بسيط. جملة ماضي ايه? بسيط. لان الحدث ده انقطعة. فالماضي البسيط هنا انك تقول لي eight. من اخر قطعة اكلتها. بعد كده بيقول I haven't seen my sister not at ages. طيب هنا عايز يقول ان انا ما شفتش اختي لوقت طويل باسمها four ages. دي من الحاجات اللي انت بتحفظها طبعا. فهتقول لي four. طيب الصفحة اللي بعد كده هنكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا my father is angry because I know that door open. خلي بالك هنا بيقول ان بابا بيكون غاضب هو غطبان دلوقتي يعني بسبب ان انا سبت الباب مفتوح. طيب خلي بالك هنا انا عايز اقول انا تركت الباب مفتوح. الموضوع ده له اثر في الماضي في الحاضر ولا ملوش? انا سبت الاسر سبت الباب مفتوح في الماضي. هل بقى ده ليه اثر في الحاضر? اه بابا زعلان غاضب. يبقى ده فعل تم في الماضي ولوه اثر في الحاضر. في الحالة دي بنستخدم مضارع تم. مضارع تم اللي هو ايه? هف والتصريف التالت. يبقى I have left. لان بابا زعلان دلوقتي. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا. my father is angry. بابا برضو غضبان. بعدين بيقول لك I نقاط the door open. اه خلي بالك last night. يعني الكلام ده تم الليلة الفاتت. ماضي بسيط. طب مهز اعلان. لا خلاص الحدث ده انتهى. ليه? لان هو بقولك الكلام ده كان الليلة الفاتت. يبقى دي جملة ودي جملة تانية خالص. بابا بيكون غضبان لان انا خلي بالك هنا عايز اقول ايه بقى? الليلة اللي فاتت قفلت الباب او سبت الباب مفتوح. يبقى هنا ايه? حاجة الماضي بسيط اللي هو left. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا هي نقاط three دي. احنا قلنا ان كلمة دي معناها حتى الان بتدل على المضارع التام. هنا بيقول يعني ان هو شرب عايزول كده. تلات اه فنجين قهوة. حتى الان النهاردة. واضح كده انه هيكمل ويشرب تاني. لانه قال لك يبقى هنا عايز مضارع تام. مضارع تام والفعل مفرد يبقى والتصريف التالت. يبقى السؤال اللي بعده بيقول هي نقاط. طيب دي واضحة وسهلة جدا. احنا قلنا يا شباب دايما لما بتشوف كلمة بتدل على الماضي البسيط صريحة كده. يا اسطر دي يعني امس يبقى ده ماضي ايه? بسيط واضح يعني. فهنا عايز يقول ان هو شرب تلات وانجين قهوة مبارح والموضوع انتهى. يبقى هنا اقول له ايه? الماضي من اللي هي طبعا. والسؤال اللي بعده بيقول نقاط. طيب خلي بالك برضو. هنا بيقول ان انا تعلمت السباحة. دلوقتي بقى اسبح بشكل جيد كبطل سباحة. واضح انها تعلمت في الماضي ولكن الموضوع سيب اثر دلوقتي ان انا بقيت بطل سباحة. يبقى ده برضو مضارع تام. يبقى هنا عايز يقول والتصريف التالت. سحلى كده? لان دلوقتي انا بقيت بطل سباحة. فالتعليم ده ليه اثره? طيب بعد كده بيقول نفس الجملة واضح. بس هنا بيقول لي واضح هنا ان هو خلي الجملة ماضي بسيط. ليه? عايز قولي ان انا تعلمت السباحة. كامل كده بيقول لك هذا كان يبقى ده ماضي بسيط. ليه? لان بقول لك الكلام ده كان الصيف اللي فات. هو مالوش اثر ولا حاجة. ده انا بقول معلومة. انا تعلمت السباحة وده كان الصيف اللي فات. يعني دي حاجة حصلت في الماضي مالهاش اثر ولا حاجة. ما قليش بقى ان هو بقى سباح مسلا. ده قال لي ان الكلام ده كان الصف الفات. يبقى هنا عايز الماضي بسيط. الماضي البسيط اللي هو الفعل في التصريف الثاني. زي ما انت حافظه. السؤال اللي بعده بيقول هنا. نقط. واحدة واحدة كده وركز معين. خلي بالك هنا ماضي بسيط برضو. عايز يقول ايه? انا كنت بطل في الجري. طيب لما كنت طفل يعني. دلوقتي يعني ده انا بمشي بالعافية. بالموضوع ده زمان ملوش اثر دلوقتي. لان انا كنت زمان اه عداء كنت باجري كويس جدا. لكن دلوقتي يا سيدي ده انا بمشي بالعافية. يبقى ده اثر? لا مش اثر. ده هو كان زمان كويس. يبقى هنا عايز يبقى هنا الفعل في الماضي البسيط. لو كان قلي بقى ان انا بقيت مثلا اه عداء دلوقتي او داخل الالمبياد او حاجة كنت استخدمت ايه? مدارع تام. لكن هنا استخدم موضوع بسيط. اللي بعده بيقول اه نفس الجملة هي بيقول لك انا برضو هنا عايز يقول برضو كنت اه طبعا بطل في الجاري. بص هنا بيقول لك انا يا سيدي همسل مصر في الالمبياد. واضح انه كان بطل زمان ومازال وكمان هيبقى في الالمبياد. يبقى ده حاجة حصلت في الماضي واثارها موجود في الحاضر. يبقى هنا مضطر اخذ مدارع تام. طيب مدارع تام اللي هو والتصرف التالت. فانت هنا هتقول طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا اسئلة عامة. السؤال الاول بيقول نادين ريلي لافز زيس بوك. طيب واضحة كده. نادين بتحب هذا الكتاب. واضحة هي بتحب الكتاب يعني لسه بتحبه وخلي بالك. هي قرأته تلات مرات. انا بحسلك انت سؤال هل في احتمال تقرأ المرة الرابعة? اه طبعا ده هي بتحبها مستر مدارع. يبقى ده مدارع تام. سهلة كده? لان ده حاجة بتحصلت وممكن تحصل تاني. يبقى اقول هنا ايه? اقول طبعا هاز عشان طبعا شي مفرد فاقول هاز هاز والتصريف التالت. السؤال اللي بعده بيقول زي نقاط زير يت. نخلي بالنا ان كلمة يت احنا قلنا بتيجي في المدارع التام المنفي. طب انا عايزان في المدارع التام قلنا هافنت او هازنت. طب زي فعل جامع. يبقى اختار مين? هافنت فنشت. طبعا بيجو وراهم مصدر. انت عندك هنا الفائل في التالت كمان. طيب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. اي نقاط ان كنا فور سيفن ييرز. طيب نخلي بالنا بقى. هنا عايز اقول ان انا عشت في هنا لمدة سبع سنوات. طيب هنا خلي بالك الحدث ده مستمر. الحدث ده مازال موجود. طب انت عارفت ازاي? لاني ما جابش حاجة تانية. ما قالش ان هو نقل مسلا. فده كده مضارع تام. حدث في الماضي ومازال مستمر. يبقى ايه? يبقى ده كده مضارع تام. هاف والتصريف التالت. السؤال اللي بعده بيقول نقاط سهلة جدا دي. ده سؤال يا شباب. عندي كلمة وتصريف تالت. يبقى ده مضارع تام. مضارع تام انا هنا عايز هاف او هاز. على حسب ايه? الفاعل. اه خلي بالك يو هنا فاعل الجمع. يبقى تختار هاف ولا هاز? رفع عليك. يبقى هاف يو افر. السؤال اللي بعده بيقول العلماء نقاط وايز تو ايسلات جينز. اه بيقول ان العلماء خلي بالك عاوز يقول انهم طوروا او بيطوروا يعني اه طرق لعزل الجينات في السنوات القليلة الاخيرة. طيب عندنا حاجة اسمها يعني السنوات القليلة الاخيرة دي بتدل على ان الحدث ده مازال مستمر. السابيع قليل اخير يبقى لسه بيطور. يبقى ده برضو مضارعتها. طيب العلماء جمع. يبقى هاف والتصريف التالت. يبقى هاف واللي بعده بيقول سادلي. نقاط. طيب هنا خلي بالك بيقول ان خلتي اه مريضة. وهنا خلي بالك عايز اقول ايه? منذ كانت طفلة. طيب نخلي بان كده واحدة واحدة. الزمن ده هاز بن ده تصريق طبعا ده مضارعة تام. مضارعة يا شباب تام. طيب. الرابط اللي بيجي بعد منه ماضي بسيط وقبله مضارعة تام هو سنس. فهنا عايز اقول ان هي ما زالت مريضة يعني. هي كانت مريضة منذ طفلة وهي كمان لسه مريضة. يبقى هنا اقول يبقى اقول سنس. بيجي بعدها ماضي بسيط وقبلها مضارعة تام. السؤال وضحت. خلي بالك لما تشوف يعني سيغ التفضيل. يبقى على طول بتستخدم هنا عايز يقول ان زياد افضل او ازكى طالب انا سبق وانا عرفته. يبقى دي سيغ التفضيل يا شبابي. بقول له هنا السؤال اللي بعده بيقول نقط. طيب نخلي بقى انا برضو. هنا بيقول ايه? هنا جايب لي نقط وجايب جملة سات هنا ماضي. جايب جملة ماضي بسيط. سات سات. طيب يعني منذ ان اسست شركتي. انا بوظف ووظفت ومازلت بوظف. طبعا موظفين مهرة. طيب خلي بالك بقى الحدث هنا تم في الماضي. وايه عايز قبل منه سنس. ليه يا شباب? لان هنا كلمة ده الرابط بيجي بعده. ماضي بسيط. والجملة التانية جاية هنا. والتصريف التالت ده ايه? مضارع تام. يبقى الرابط اللي بيجي بعده ماضي بسيط. والجملة التانية مضارع تام هو. اللي بعده بيقول هنا. إتس زا فرست طايم نقط اميركا. خلي بالك بقى. هنا بيقول ان دي الاول مرة او المرة الاولى اللي سبق له ان يسافر امريكا. خلي بالك الجملة هنا مسبتة. يعني هنا بيقول ان دي اول مر يبقى هو سافر. طيب يبقى هنا ما ينفعش الناس استخدم اه انا مش عايز انا في هنا. انما ممكن اقول اول مرة يسبق له ان يسافر ايه امريكا? طبعا امريكا. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا اه خلي بالك هنا هو ركز. هنا بيقول لك انا ما شفتش علي. منزو هنا معناها المرة. منزو المرة الاخيرة. انا هنا بتكلم عن ايه? عن جملة ماضي بسيطة يا شباب. منزو اخر مرة يعني انا روحت الاسكندرية او انا قابلته في الاسكندرية. يعني دي جملة ماضي بسيط ودي جملة مدارع تام. يبقى اللي يجي فيه النص هناي. الرابط اللي بيجي بعده ماضي بسيط وقبله مدارع تام هو سنسي. يبقى هنا اقول له سنسي. السؤال اللي بعده بيقول. طيب خلي بالك كلمة دي بيتنفي. يعني بيقول لك ولا واحد. طالما هي بتنفي بنفعش اجيب هنا نفي. انا عايز هنا ايه? اثبات. يعني ولا واحد سبق وان قال الكلام ده قبل كده. يبقى هنا اقول له وعتطلق بط. ما تجيش معنوع ابدا. السؤال اللي بعده بيقول. اه خلي بالك بقى بيقول من تلت اسابيع منزو ان احنا طبعا منزو يا شباب بيجي بعدها جملة ايه? ماضي بسيط. ان احنا يعني نقلنا الى القهرة. طيب هنا نصح ان انا اقول هي اللي تنفع معي. طيب السؤال اللي بعده. بيقول هنا خلي بالك بقى. دي احنا هنا بنتكلم عن نقطة بداية حدث. بداية حدث. طفولته. يبقى عايز منزو طفولته. مضارعة تام. ونقطة بداية حدث يبقى جيب مين سنس. يعني ابن خالي بيعاش في الخارج منزو طفولته. بعد كده بيقول. هاو. خلي بالك بقى من الكلمة دي مهمة جدا. طيب. خلي بالك واو دي بتفيد الدهشة والاعجاب. هنا بيقول لك يعني هل انت انهيت مهامك? وبالفعل ده انت سرق جدا. يبقى انا هنا باستغل رب. قلنا دهشة يا شباب او اعجاب بستخدم او عطت لخبط. يبقى هنا اقول له. السؤال هي لبعده. نكمل مع بعض. بيقول هنا سامي نقطة سوفار. احنا انتفقنا. ان سوفار حتى الان بتدل على ان الحدث ده هيتم كمان يعني ده مضارع تام. بيقول ان سامي عايز يقول ان هو شرب تلت فنجين قهوة. حتى الان يعني طبعا طبيعي ان هو هيكمل تاني. فانت هنا عايز ايه? مضارع تام. سامي ده فعل مفرد ولا جمع? مفرد. يبقى هاز والتصريف التالت. يبقى الاجابة هاز السؤال اللي بعده بيقول علي هاز بن اتوم. خلي بالك دي علي هاز علي هاز بن اتوم. طيب احنا كده الجملة واضحة. بيقول ان علي هاز بن اتوم. اه خلي بالك الجملة دي فكرة شوية. علي يعني اه اه اعايز يقول لك هنا منزو ان رجله انك كسرت. طيب انا عايز اقول حاجة. علي هاز بن ده مضارع تام. مش كده? علي في البيت لمدة تلت اسابيع. طيب هنا بيقول لك بقى اه انت هنا المفروض انك تاخد ماضي بسيط. وايه? او مضارع تام. لان خلي بالك رجله انك كسرت. معنى كده ان الموضوع ده يعني تلت اسابيع ممكن يكون الموضوع لسه مستمر. فده حدث ما زال بيتم في الموضوع. يبقى ده ممكن اقول له ايه? يعني في الموضوع ما زال بيتم. ممكن استخدم هنا مضارع تام. طيب هنشوف الاختيارات لو فيها مضارع تام هناخده. طيب هنا بيقول لي ده مضارع بسيط ما تنفعشي. خلي بالك ده موضوع بسيط. مبني للمجهول. ما ينفعش معي اصلا. لان انا عارف الفعل اه. يبقى هنا ده هستبعده. موضوع بسيط. مبني المجهول هستبعده. طيب هيفضل عندي حاجة. موضوع تام ما ينفعشي. ومضارع تام هي اللي تنفع. يبقى عندنا قاعدة بتقول النسانس ممكن يجي او بنسبة تسعين في المية بيجي وراها موضوع بسيط. لكن في حالة ممكن اختار مضارع تام. وفي الحالة دي خلي بالك هو هيجيب لك يا مضارع تام يا موضوع بسيط. مش هيجيب لك الاتنين مع بعضين. طيب. بعد كده بيقول هي نقاط. خلي بالك من الحدري. بيقول هنا ايه? بيقول ان هو زهب الى الخارج لتعليمه يعني في سنة الفين. وهو يعني ما عندوش رغبة انه يعود. يبقى هو راح وما رجعش. يبقى الصحة ان انك تستخدم ايه? طيب حد يقول له هو اصلا مش جايبها. هو لو راح ورجع. بس هو مش جايبها ده هو يجيب لك والفعل مفرد. فدي كده اصلا مش هتنفع. فالصحة هنا انك تختار والتصريف التالت او يعني راح الى الخارج. ولم يعد. ما عندوش نية بقى ان هو يرجع.